أقول للشيعة الذين يصنمون هؤلاء المراجع تدبروا في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة التغاب يوم يجمعكم ليوم الجمع إنه يوم القيامة الكبرى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب إلى آخر الآية الكريمة ما المراد من يوم التغاب يغبن الإنسان حينما يكون بإمكانه أن ينال شيئا ثمينا لكنه بسبب جهله بسبب كسله بسبب وسبب وسبب لن ينال ذلك الشيء الثمين مع أنه كان بإمكانه أن يناله لو سعى إليه لناله يوم القيامة يوم التغاب من تساوى يوماه فهو مغبون كان بإمكانه أن يجعل يومه الثاني أفضل من يومه السابق من يومه الأول هناك يشعر الإنسان بندم لا مثيل له حينما يتذكر من أن الأسباب كانت مهيئة له ولكنه لم يتحرك باتجاهها وهذا سيحدث بالضبط في يوم الظهور أيضا يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إنه يوم الظهور هو أيضا يوم تغاب الرجعة كذلك يوم تغاب أيام الله هي أيام تغاب الحديث هنا عن يوم القيامة يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغاب سأنقل لكم صورا من الكتاب الكريم تتحدث عن حسرة الإنسان وعن ندمه أذهب بكم إلى سورة إبراهيم وإلى الآية الثانية والعشرين بعد البسملة أتمنى عليكم أن تتدبروا معي وقال الشيطان لما قضي الأمر بعد أن وضع كل شيء في نصابه بعد الحساب وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أنا لن أنفعكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم لن يتمكن الإنسان من الشيطان لماذا؟ لأن الإنسان هو الذي مكن الشيطان من نفسه فلن يستطيع أن يأخذ حقه من الشيطان هو الذي سلط الشيطان على نفسه بالضبط مثل ما عندنا في قوانين عالم الدنيا من أن دعاء الزوج على زوجته لا يستجاب قطعا في بعض الحالات يمكن أن يستجاب دعاء الزوج على زوجته لكن في العموم دعاء الزوج لا يستجاب إذا كان على زوجته لماذا؟ لأن الله يقول للعبد إن أمرها بيدك بإمكانك أن تطلقها فلماذا تدعو عليها بالهلاك؟ طلقها وحينئذ ستكون بعيدة عنك وستكون بعيدا عنها طلقها فإن أمرها بيدك فإن الله لا يستجيب دعاءك عليها بالهلاك يمكن أن يستجاب الدعاء في بعض الحالات لكنني أتحدث عن العموم وكذا الذي يقرض شخصا مالا لا يثق به لم يكتب عليه كتابا لم يشهد عليه شهودا فأنكر عليه ما له فإذا ما دعا عليه فإن دعاءه لا يستجاب لأن الله يقول له من أنني قد أمرتك أن توثق دينك أن تعتمد على الشهادة والشهود لماذا لم تفعل ذلك المشكلة مشكلتك أنت العيب فيك قطعا هذا الأمر لا يكون في كل الحالات مطلقا لكن في العموم أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل في يوم القيامة كذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يفعل للشيطان شيء لأن الشيطان لم يكن قد تسلط على الإنسان من دون أن يفتح الإنسان المنافذ له الإنسان هو الذي سلط الشيطان على نفسه هكذا يكون الموقف وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم هذا يسبب ألماً للإنسان يسبب ألماً شديداً للإنسان حتى إن كان من أهل الخير الآية هنا تتحدث عن أهل الشر وعن الذين سيحشرون إلى نار جهنم مع الشيطان ولكن أهل الخير أيضاً سيندمون إنه يوم التغابون أذهب بكم إلى سورة البقرة إلى الآية السادسة والستين بعد المائة بعد البسملة وما بعدها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الذين اتبعوا هم الذين يتبرؤون من الذين اتبعوا لماذا؟ لأن الذين اتبعوا هم الذين سلطوهم على أنفسهم وهذا لون عذاب لون عذاب نفسي شديد إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار مع حسراتهم وهذا يكون في أهل الخير ويكون في أهل الشار حينما أقول يكون في أهل الخير يعني من الذين سينالون الشفاعة ولكن الندم سيكون موجودا لأن الذين سينالون الشفاعة كثير منهم هم من أناس فرطوا فرطوا وفرطوا وفرطوا في حياتهم إذ تبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا هم الذين يتبرؤون وليس الذين اتبعوا الذين اتبعوا لا يستطيعون أن يتبرؤوا من الذين اتبعوا وتبقى هذه في نفوسهم تبقى هذه الحسرات إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يا ليت أننا نستطيع أن نتبرأ منهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منها كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هذه صور ولوحات مؤلمة جدا من صور يوم التغاب في سورة سبأ في الآية الحادية والثلاثين بعد البسملة وما بعدها ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول هؤلاء يلقون بالمسؤولية على هؤلاء يقول الذين استضعفوا وهم الذين اتبعوا للذين استكبروا وهم الذين اتبعوا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم السنتهم طويلة بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار هذه الأكاذيب وأساليب الدجل التي تقوم بها المرجعية حيث تضحك عليكم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون نا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد وأسر الندامة لما رأه العذاب ولكن ولا تحين مندم لكما يقول البيان ولا تحين مندم ولا تحين مندم هنا ولا تحين مندم في بيان السستاني هذا للضحك على الذقون وأسر الندامة لما رأه العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الذين كفروا كفروا ببيعة الغدير الكفر في القرآن في مرحلة التأويل هو كفر ببيعة الغدير والذين كفروا ببيعة الغدير صنفان نواصب سقيفة بني ساعدة أنكروا الغدير جملة وتفصيلا ونواصب 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 سقيفة بني طوس أقروا بالغدير لسانا وأنكروا مضمونه وإلى ذلك يشير صاحب الأمر ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا خطاب صاحب الأمر إلى أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة أقرأ عليكم الآيات مرة أخرى ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين حينما يوقفكم أمير المؤمنين في يوم القيامة ويقول لكم حتى لو كنتم من أهل الشفاعة لماذا أبطلتم صلواتكم بعدم ذكر الشهادة الثالثة ستقولون من أن أسستانية ومن أن بشير النجفي ومن أن فلانا وفلانا أصدروا لنا الفتاوى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا سيقولون لكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين مثل ما يتحدثون عنكم يقولون عنكم من أنكم بهائم وهذه البهائم تريد أحدا يركب على ظهورها إذا لم نركب على ظهورهم فإنهم سيثورون بوجوهنا صدقوني هذا كلامهم هذا كلام مراجع النجفي وكربلاء في أجوائهم الخاصة يبررون لأنفسهم هذا الهراء هذا هراء ولكنهم يبررون لأنفسهم تجهيلكم وتضليلكم وإبعادكم عن منهج العترة الطاهرة قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد وأسر الندامة لما رأه العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا بعلي وآل علي هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أقول للجميع أقول للجميع للجميع ما يعرض على شاشة القمر هو فكر علي وآل علي الأصيل وهؤلاء مراجع النجف يعرفون هذه الحقيقة لكنهم يكذبون عليكم وأنا لا أبالي أنا لا أبالي بما يقولون لأنني على بصيرة من أمري وأنا متأكد من أن الغلبة والفوز لفكري علي وآل علي لا أتحدث عن نفسي أنا رقم من الأرقام ولهذا الفكر إمام يحميه هو الحجة ابن الحسن أنا رقم من الأرقام أنا سأذهب ويأتي غيري نحن أرقام لكن طوفان فكر علي وآل علي سيجتاحكم سيجتاحكم في زمان الغيبة في زمان الظهور في زمان الرجعة سيجتاحكم سيجتاحكم زينب صلوات الله وسلامه عليها أعطتنا الضمان وأين في قصر يزيد فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عن كعارها ترحض يعني تنظف تطهر ومن هنا يقال له المرحاض مكان عزالة القذر ولا ترحض عن كعارها فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عن كعارها وهل رأيك إلا وإيامك إلا عدت وجمعك إلا بدت سلام 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 رسالة 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 المفتوحة إلى مراجع النجف هو هذا زهرائيون زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلاه اشتركوا في القناة